بين واقع من الظلم والاستبداد وسنوات من حياة البؤس والشقاء قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة أعادت تشكيل التاريخ اليمني ومثلت بوابة الخروج من حياة القهر إلى عتبات العصر الحديث ستة وخمسون عاما مرت ولا تزال الثورة تكافح من أجل الحرية والكرامة وما زال اليمنيون يحلمون بدولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات لم تكن الثورة حينها معزولة في حيزها الزماني والمكاني بل كانت نتيجة لأشكال عديدة من الدعم العربي للدفاع عنها وعن نظامها الجمهوري وكانت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مقدمة هذا الفعل سبقت ثورة سبتمبر تراكمات نظالية عديدة لم تجعلها تتوقف عند حدود الإصلاحات السياسية كما كان يطالب البعض بل أنتجت أول جمهورية في شبه الجزيرة العربية وأعادت تشكيل خارطة التحالفات في المنطقة برمتها لاقت الثورة تحديات كثيرة بحسب المؤرخين خاصة بعد وقوف بعض دول الإقليم في صف النظام الملكي وهو أمر جعل الثورة تنطلق ومعها إرث ثقيل من الاستبداد الداخلي وكذلك الخارجي في حين كان الضباط الأحرار والجنود والطلاب ومعظم فئات المجتمع يطمحون إلى التغيير والديمقراطية بعد هزيمة الثورة الدستورية في العام 1948 انقسمت القوى الإقليمية بين مساندة لقيام الثورة في اليمن ومناوئة لها ووجدت الثورة نفسها في مواجهة قوى المحيط الإقليمي وهو صراع سياسي استمر لسنوات بين الرياض والقاهرة بعد أن كانت الرياض ترفض أي تغيير سياسي على حدودها الجنوبية خوفا من وصول رياح التغيير إليها وضع الضباط الأحرار حينها آخر خططهم العسكرية لقيام الثورة وأعلنوا سقوط عهد الإمامة ووقفت الأنظمة القومية العربية وحركات التحرير والمعسكر الاشتراكي إلى جانب الثورة لكن المملكة السعودية آنذاك جعلت من أرضها ملاذا للإمام البدر وممولا رئيسيا لعودة حصار صنعاء أو ما عرف بعد ذلك بحصار السبعين يوما الذي انتهى بفشل عودة الإمامة المواقف الدولية الداعمة للثورة لم تقتصر عند حدود الإقليم والدول العربية المجاورة بل إن الاتحاد السوفيتي آنذاك أعترف بالجمهورية اليمنية بعد أيام من الإعلان عن الثورة والإطاحة بالمملكة المتوكلية صراع إقليمي وعربي مرير عاشت أحداثه ثورة سبتمبر الأم التي أعادت بعث الروح للجسد اليمني وألغت عهودا من الظلم والاستبداد ونقلت اليمنيين من واقعهم المتردي إلى بوابة الحياة من جديد